إحنا جسدياً وفي الأحياء بس داخلياً أموات إحنا عايشين وما بنعتبر حالة إنه هاي الأيام معدودة من عمرنا لا يعني إنه أربعة شهورة دول مش محسبين من العمر لأنه أصروا من العمر دول الأربعة شهور أربعين عام هذا النعم دي قلنا بنهر دارين نعمل هالشورة هالفتوش سحي كبة هالطبخ خير الله يعني الحمد لله فراريج ايه والله نعم مع سحور جبني وططلي خير الله الحمد لله وما يستطيع بعد جينا رأيه شوفنا بيأكل هون عم يجيبونا الأكل الله ووكيل لك عم ينكبه عم يجيبونا الفتوش عم يجي محمد لأنه الخبز الخامر هذا عم يحطه مع البندورة مع الخيار والأخير لأنه فيه خميري بحمد لأنه من الأي ساحب مش بيه نطلق للمهر لبعض العصر لا يشيل عندنا الأكل بكون حمد الأكل بكون كبنات بس تبت نشيل عددنا هون أنا ظلني بالكاراج أرشي السيارات يشوفون أي ساعة تمرو مرات بنص الليل بشفل بخاف إنه الشحن يجي كر لعنا صوت أحسيته مثل صاروخ مارئ ونطر قيمة بيهن بجر لما كنا بالمخيل نفس الصدى بتحسي الشحن اللي جاي لوين إحنا واصلين ما حدا بيعرف كنا وإحنا بنار البارد نقول مستقبلنا بعلم الغاب ومشهول هلأ شو مستقبلنا هلأ 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 كنا نقول بعلم الغاب الشي الحسة إسا المادة والحسك المادة 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 اللي أعمال إسا عم بعيشه والشي والأمال والأحلام تبعتك إلى وين ما فيه المستقبل غامض بعد اللي صار أول شي كنا نعيش كان يحس الواحد حاله عايش بلوبنان ما كان يحس فيه تمييز بين لبناني وفلسطيني بس بعد اللي صار بنهر البارد بتحس حالك أنك أنت مش مستقر وإحنا نهايتنا إحنا بالأول وبالأخير إحنا ضيوف على هالبلد بس ضيوف بس حسينا بوقت من الأوقات إنه إحنا ضيوف بس حسينا إنه إحنا منهن بس اللي صار المخيم نهر البارد عم بيغير النظرة بتحس إنه مستقبلك غامض مش عارف حالك بترجع أو ما بترجع فأنا حطيت مثل الميزان بس إله كافتين إنه أنا وثقافتي وتراثي الحضارة بكفي والمأساة اللي صبتنا بكفي إما بتعاطف مع المأساة وبموت أو بدي أتمرد عليها و بدي أعيش والإشار يصار إنه أنا بدي أعيش إحنا متأملين الأمل برب العالمين كبير وطالما إحنا متأملين بإذن الله رح نرجع لا حتى حتى تكررين إحنا نطلب ما بتنقتع من هيك يفتح طريق نهر البارد نتمنى نعيد هناك لأنه لو على الرمال بس ما نحس حالنا إحنا بين بعض إحنا من قولنا بعض طلعام ونحس بطمعنينا ما في من يحكمنا هو ميم انتي كحشتة هو ميم اللي قلنا ما فيه الكوشي وهو ميم انتي خليقنا ع كارتون انتي أغهدت وانتي ما أخدت إحنا ما بتنا كل هذا بتنا بس نرجع على نهر البارد واليوم قبل بكرة كيف لنا بدي أرجع على المخيم؟ أول شي أنا خلقت خلقت بنهر البارد ثانيا أنا عمرت بيت بنهر البارد أخوي عمر بيت أخوي الثاني عمر بيت يعني أنا كل ما أسس بيت أنا عم بأسس بيت من لا شيء يعني أنا تعبت أنا وأخوي وأبوي تعبنا تأسسنا هالبيت يجي بلحظة فيش بيت في الشغل في الشي لكن لا إيه؟ ما بدهنيانا بلبنان فيش أبسط منها يتفقوا لا يرجعونها على فلسطين لا يحطونا بباخر ويزدونا بقلب بحر مخيم البارد هو صار جزء من حياتي أنا خلقت فيه وربيت فيه وبنادي خلقه فيه مخيم البارد هو قطعة من جسدي طائح زراح البارد انتهت أنا إذا برجع على البارد برجع بحياني جديد لأنه هو مخيمي هو بيتي هو كل شيء ما ملكوا بالحياس فإحنا منرفض ما بدنا مساعدات ما بدنا كاراتين عز أيام البارد ما طلبين منهم إحرامات إلا يردونا لبيوتنا حتى لو نمنع من غير غطاء إحنا تفينين إحنا منرفض أي إحرام أي وسادة أي طراحة منطلب الرجعة لمخيمنا ولا بيتنا من غير غطاء إحنا بعز التفئ المهمنا نرجع للمخيم ونرجع لبيوتنا حتى لو كان ما في هاشي بالعكس بالنسبة لإنه ملاني لو كانت الطراب بالنسبة لإنه ملاني دهب لأنه كان بيتنا من الأصل كان هو أساسنا كان هو مبدأنا هون ما فيه إلا الإله إلا الإهاني إلا الجوع إلا الدني أنا هذا الحل الوحيد لإلي لأنه شبعنا كلام رجعة سريعة وبناء وجنايا خضرة كله كذب بكذب أنا شايد ما في منه الحكي يا حتى أهالي المنيو بحنين اللي إحنا إنا أرزاق إلن إننا ديون عليهم كل المشترات من المخيم عم بيرفضوا إنه نرجع ليش؟ وإحنا وياهم جرال ما يوم أزناهم ولا شيء معناته المؤامرة كبيرة على شعبنا أنا بطلب يعني نكون صاحين أكتر لشعب الفلسطيني مخيم البارد هو تصغير وطن تصغير وطن فلسطين بلدي الأساسي خلقوا فيها أهلي وجدودي أنا خلقت من نهر البارد خلقت من نهر البارد عشت بهواه بشمسه بفيف وتظله بمأسيب بمتاعبه بأشغاله عشت تحروبه كل نياته برفض التحجير وبرفض التوطين وبتمنى العوضة لنهر البارد اليوم قبل بكرة حتى لو كان ماشيا على الأقدام ومن هناك يا سعيدة فلسطين الله بفرجها المهم نرجع إسا لبيوتنا ولمخيمنا نناضل الآن نناضل من أجل العودة إلى مخيمنا بصرف النظر على الاعتراضات الموجودة والعقبات التي قد تعترضنا في بعض الأحيان إلا أننا كنازحين حازمون وجازمون على أن نهر البارد هو المخيم الذي نود العودة إليه وإذا لم يتسنى لنا ذلك فتكون العودة إلى فلسطين يعني لا خيار إلا أن نعود إلى مخيم نهر البارد أو فلسطين ونحن كي لا نفهم غلط نحن نتمسك بالمخيم نهر البارد وغيره من المخيمات الفلسطينية ليس باعتباره أرضاً لنا ولكن باعتباره رمزاً للنكبة الكبرى هو الذي يذكرنا دائماً بفلسطين ولذلك أن نتخلى عن مخيم أن نتخلى عن الحلم بالعودة إلى فلسطين طبعاً من حقنا إحنا بنروع عدودنا من ستين سنة إحنا نتعرف فيها إننا وراء وراء تثبت إننا أراضي بفلسطين مفتاح بيتنا ببيوتنا بالديامة هذا قال اللي الزعلان عليه الوحيد هذا اللي الزعلان إننا عليه إحنا بدنا نروح لنثبت إننا أراضي بفلسطين إحنا إحنا إننا أراضي بيشجعوني بهذا صفح إننا وراء عند جدي إلو ستين سنة بيحتفظ فيها بالبيوت طب هاي يوم شو ما صيرها أنا؟ ليش قلق ما بروح أشوفها؟ ممنوع ما حدا بيصبحني طب ليش يعني هالعمل هذا؟ اشتركوا في القناة سريح بيتنا إحنا بيتنا ما كان حلو ما كان حلو بس كان بيتنا كنت أنام بالشتة ينزل علي من فوق ماي بس أحسه أحسى من إسا إسا قادي وكأنني قادي بنار بحريقة ما بنبسط بس عفكرة هاي الأوضة اللي كانت تنزل علي ماي هاي 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 هاي